وفي الكويت توافد المصريون على مقار اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم مع التتاح مقار اللجان النوعية في التاسعة صباحا وقام السفير مصر بالكويت ورئيس اللجنة الانتخابية بالتعاون مع عضاء البعث الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقار الانتخابي بالإشراف والتأكيد على وجود كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في أول يوم من أعمال التصويت اشتركوا في القناة